وسط موجة انتقادات حادة واتهامات بخذلان المنكبين وصل وفد من الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب لتفاقد المناطق التي ضربها الزلزال الشمالية غرب سوريا فقالت مصادر مطلعة أن وفد الأمم المتحدة اتقى القائمين على المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني التي تساعد المتضررين من الزلزال وسط واقع إنساني وإغاثي مرير يعيشه الشمال السوري وسط اعتراف أممي بالتقصير في إغاثة المنكبين عقب الزلزال المدمر ولليوم التاسعي على التوالي تواصل فرق الإغاثة والإنقاذ اتشال عليقين أحياء من تحت الأنقاذ جراء الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا الاثنين الماضي وعانت وإدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر إلى 31.974 مشيرة إلى حدوث 2724 هزة ارتدادية بعد الزلزالين الرئيسيين فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول أنه تم إجلاء 158165 شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال إلى مناطق أخرى حسب آخر حصيلة رسمية معلنة وفي ذات السياق تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم التاسعي على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلازل في كل من سوريا وتركيا التي تأتي ضمن عملية الفرس الشهم 2 حيث بلغ عدد الرحلات 47 طائرة شحن حملت على متنها أكثر من 900 طن من المواد الغذائية والطبية وأخيم الإيواء ومن جهة أخرى تستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاذ من خلال أجهزة ومعدات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ وفي سياق متصل تم افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي المتنقل في مدينة غازي عنتاب وبدأ باستقبال المرضى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم المستشفى مقام على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم 50 سرير وأربع سر عناية مركزة ويعتبر أول وأكبر مستشفى ميداني مستوى ثالث يساهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا وهو معد الاستقبال وإجراء العمليات الكبرى والمعقدة وشهد سفير دولة الإمارات لدى تركيا سعيد الظاهري رافقه عددهم من المسؤولين الأتراك في افتتاح المستشفى في قيمة ضمن العملية الإنسانية الفارس الشهم 2 التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية وفي رسالة مرئية بعثها إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن الحكومة التركية ستبدأ في القريب العاجل إعادة إعمار المدن المدمرة شاكرا كل الدول الشقيقة والصديقة في مدها يد العون والمساعدة للشعب التركي نحو عشرين مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال وأكثر من واحد وثمانين ألف مصاب نجوا منه وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج عدد الذين جرى إنقاذهم من تحت الأنقاض تجاوز الثمانية آلاف سخرنا كل إمكانيات الدولة في أعمال الإغاثة ونأمل أن نبدأ إعادة بناء مدننا المدمرة في القريب العاجل تركيا مع شعبها ستداوي جراح هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن أشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة لن ننسى أبدا صداقتكم في الأوقات الصعبة فهذه الكارثة أظهرت مرة أخرى مدى أهمية التضامن الدولي ترجمة نانسي قنقر